نحن نسا كلامنا عن الأجواء الدراسية وبداية الفصل الدراسي بكملها مع حضراتكم ودايما المدرسة وبدايتها بتكون لها ترتيبات خاصة عند كل الأسر احنا دلوقتي معانا زاملنا محمود الحسيني من أمام أحدى المدارس وعفوا أحمد الحسيني من أمام أحدى المدارس عشان يقول لنا كده أخبار تفاصيل اليوم ده والأجواء عاملة زي الأجواء الحلوة المليانة طبعا حماس وفرحة ببداية جديدة سبعة الخير عليك يا أحمد صباح الخير جمانة صباح الخير دكتور محمد صباح الخير المشاهدي صباح الخير يا مصر بداية عام دراسي جديد كل سنة ونتم طيبين المشاهد من ستة الصبح وسبعة الصبح مشاهد يعني جميلة ورائعة بتوعيدنا بالذكريات لسنين إلى الوراء من أيام طفولتنا وأيام الدراسة النهاردة طبعا يعني أول منزلنا وتحركنا لعدد من المدارس وجهت عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور بتوجهوا إلى مدارسهم طبعا الخدمات الأمنية والمررية كانت منتشرة بشكل كبير جدا في المدارس أنا موجود دلوقتي في مدرسة الزمالك للبنات هنا طبعا في حي الزمالك بالقاهرة طبعا شايت مشهد رائع هنا داخل المدرسة من استفاف الطالبات هنا في طبور الصباح تأدية تحية العالم لزع المدرسية حاجات رائعة جدا فعلا زي ما قلتلكوا في البداية بنستعيد بها ذكرياتنا مع أيامنا الجميلة في المدرسة خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع ضيفنا لمشرفنا الأستاذ حسني إبراهيم موافي مدير إدارة مدرسة الزمالك للبنات صباح الخير أستاذ حسني وكلمنا عن بداية العام الدراسي النهاردة وإحنا بنستقبله وزي استعدته صباح الخير يا فندم وصباح الخير لسادة المشاهدين الحقيقة يعني إحنا بنستعد العام الدراسي من بداية الصيف تقريبا عملنا كل الصيانة الممكنة في المدرسة عملنا الاستعدادات في كل مجال في المدرسة استعدين عملنا كمان إزاي أعلام في المدرسة وإزاي نستقبل الطلبة وننمي الروح الوطنية في المدرسة وأنا سعيد جدا بالمدرسة وبالمجهودة التي توازل فيها وإحنا سعادة إن إحنا قادرين نرحب أو نستوعب عدد المدرسة ده عدد المدرسة هتجاوز عند أربع تلاف طالبة مدرسة دي متعددة المراحل عندي رياض أطفال عندي ابتدائي عندي إعدادي عندي سنوي فالحمد لله رب العالمين قادرين نقف على رجلينا في ظل توجيهات القيادة السياسية لنا إن شاء الله أستاذ حسن إبراهيم يعني عايزين نتكلم شوي عن مشهد طبور الصباحي اللي احنا شفناه نهارده وقده هو كان مشهد رائع بالإضافة طبعا للإزاعة المدرسية ومليانة مواهب كتيرة جدا النهارده كلمنا عن هذا الصفاف الصباحي في مدرسة زمالك البنات هنا وأيضا الإزاعة المدرسية حقيقة احنا بنشكر القائمين على الإزاعة المدرسية من خلال الإزاعة المدرسية ننقل رسالة لأبنائنا إن مصر بخير مصر جاية إن شاء الله مصر في تقدم بإذن الله بس الروح الوطنية للطالب ده مهم جدا إزاي انتم للمكان لو انتم للمكان هيحافظ عليه لو انتم للوطن هيحافظ عليه وده اللي احنا بنزراعه في بناتنا هنا في المدرسة الأستاذ حسني إبراهيم موافي مدير إدارة مدرسة زمالك البنات في تعليمات من وزارة تربية والتعليم بتقليل الكثافات داخل الفصول حابين نتعرف من حضرتك كمسؤول عن إحدى المدارس هنا في القهارة إزاي قدرتوا تنفذوا هذه التعليمات والله يا حضرتك احنا قرار وزاري إن احنا بنخفض الكثافة احنا عندنا مثلا في القسم الابتدائي كان الفصل بتجاوز 84 ففعلا كان صعب جدا توجهات السيد الوزير إن احنا بنخفض الفصل لـ 45 فبنعمل الكلام ده ازاي أو حققنا الكلام ده ازاي استغلينا كل الفرغات المتاحة في المدرسة يعني مثلا غرف أنشطة اه اقتصاد منزلي كان عندي ثلاث غرف أخدنا منهم اثنين اه كل مكان ممكن يستغل استغلناه وفرشناه وعملناه بطريقة محترمة جدا بحيث أن يقدر يبقى محترم يستقبل البنات في نفس الوقت قديرنا نقال للكثافة فعلا وده كلام غريف صائب جدا لأن أنا مش مستوعب إزاي طالب يقعد في 84 طالب في فاصل واحد ويقدر يستوعب عبق على المدرس وعبق على الطالب في حد ذاته لكن الحمد لله إحنا وصلنا لتسعة واربعين تسعة واربعين إلى حد ما برضوك معقولة بالمقارنة للي فات كلمة أخيرة لأبناءنا الطلبة والطالبات وحصة هنا في مدرس الزمن أنا بتمنلهم عام دراس سعيد بقول لهم إن شاء الله تفقلوا الخير جاي نشتغل ناخد الموضوع بجد من بداية السنة أنا قلت لهم في طبور الصباح أنا مستني أوائل سنوية عامة من هنا من مدرسة ودائما المدرسة دي إن شاء الله في تفوق لأن المدرسة عريقة تمتد أكثر من 1917 فإن شاء الله إحنا أده وقدود ودائما بنحفزهم ومنعمل جوائز ومنعمل دور المدرسة أعلنت دلوقتي حضرتك دلوقتي على دوري على منطق المدرسة في الزمالك وهناخد نعم الكاس على أحسن مدرسة برضوك من نشط الطلبة ومن نشط العملية التعليمية إن شاء الله الأستاذ حسن إبراهيم موافي مدير إدارة مدرسة الزمالك للبنات بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك وزي ما شفنا المشهد هنا في مدرسة الزمالك للبنات لا يختلف كثيرا عن بقية المدارس في محافظة القاهرة وفي محافظات الجمهورية مشهد رائع سواء في دخول الطلبة للمدرسة الصبح الصفافهم في طابور الصباح تحية العالم الإزاعة المدرسية مشاهد جميلة جدا إحنا طبعا كنا في اشتياق لها وبننتظرها وبنستعيد بها ذكريات مرة تانية أحب أقول لكم مرة تانية كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونعاود استكمال بعد وباقي فقرات صباح الخير يا مصر